لا 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 اي جرح بقلبي لا 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 في الخامس والعشرين من ديسمبر سنة الف وتسعمائة وثلاث وستين كان العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ قد بدأ بتلقي العلاج في أحد مستشفيات لندن إثر أزمة صحية مفاجئة وكان عبد الحليم قد اعتقد أن الأزمة الصحية قد فارقته نهائيا بعد فترة العلاج الطويلة التي قضاها في أمريكا والتي كلفته ستة وعشرين ألف دولار أمريكي لكنه أخطأ في اعتقاده فسلم جسده النحيل إلى مشارط أطباء لندن بعد شهرين من غنائه قصيدة المسئولية في أعياد ثورة أكتوبر نذكر بأن قصيدة المسئولية كتبها الشاعر المصري صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل وغناها عبد الحليم بحضور الرئيس جمال عبد الناصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر